هاي كيف تكون؟ بتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة الشهر حول أحكي فيها الأحوال العاطفية والأحوال العامة بس رح ركز أكثر على الأوضاع العاطفية لا إلا قول الشريك كذلك رح تحدث عن العذاب بدأ أول شغلة لأنه هذا القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية إنه تكون قراءة عكسية خاصة إذا تكلمنا عن علاقة الحب بداية ثانية في برج الثورة عم شوف فاك سعيد بحديه الفترة عم شوف صراحة إنه في شيء لطالة ما كنت متعلق فيه وكنت متشبت فيه كتير وهلا خلص تركته عملت له كأنه هاد الباب سكرته ورح تشوف أبويب جديدة بالحياة كأنه هيد الباب كان عم يجلب لك تعاسي سواء كانت عراقة سواء كانت أي شيء صداقة كانت عم تسبب لك ألم في شخصية سامة بحياتك يعني سكرت الأبويب عليها ورحت تفتأ يعني رحت لأبويب جديدة أو تكتشف الحياة لهيك أنا عم شوفك بطاقة فيه نوع من السعادة أكثر يا برج الثورة أوكي عم شوفك كأنه خلاص أخد درس على أنه ما أفتح هذا الباب من جديد عم شوفك مقفل الأبويب وهذا الباب بالضبط لذي هو سبب لك الألم بالنسبة للشريك صراحة عم شوفه شخص ترابي شخص ثابت شخص عم شوفه إنسان مشاعر ثابتة شخصي أوي كذلك ممكن يكون تتعامل مع برج العساد أو عم شوفك كذلك تتعامل مع برج الحمل أو السرطان حتى الميزين عم يظهر بهذه القراءة عم شوفك على أنه هذا الإنسان عنده خاصية أنه شخص صابت شخص مقدم حتى ماديته حلوة إنسان يعرف كيف يجن المال إنسان ممكن عم يشتغل بكل ما يتعلق بالأموال ممكن بالبانك عم يشتغل كذلك حتى بيوكعلي مثلا مثل اللي عم ينقلوا البضائع بكل شيء خاص بالإرساليات عم شوفو شخصية كذلك حتى ممكن عم يشتغل بالفن أي شيء يتعلق بالفن عم شوفو شخصية كتير ثابتة وواثقة من نفسها وقوية جدا عم يظهر بهذه الطاقة هذا الإنسان عم شوفو هذا الإنسان عم يحبك عم شوفو اللي عم تطلع لي هدا الإنسان يحمل مشاعر تجاهك كتير قوية أما أنت ممكن العلاقة شوي متعبتك عندك حيرة عندك شوي في ثعب بهذه القراءة أو بعلاقتك ممكن هدا الإنسان عم يسبب لك ألم أو عم يسبب لك غيري أو عم يكسر لك قلبك عم شوفك كأنه عمل بريير أو عمل يعني كأنه مسكر هذا الباب أو مسكر عليه ممكن عمل بلوك ما عم تحكي معه عم شوفك كأنه في ألم يأتيك من هذا الإنسان ممكن حتى كلامه زان يكون كلامه شوي هيك جارح وعم يجرحك بكلامه وكأنه هذه العلاقة يعني سببت لك ألم سببت لك تعب جارحتك يعني علاقة عطيتها مدة طويلة وعطيتها فرص كتيرة بس يعني الجرح رح يضل يعني بتكاريره بالوقت الراهن عم شوفك ممكن هذا الإنسان طلب الغفران أو طلب السميح منك وأنت حائر جدا هل تسمح له أو تسكر خلاص الباب لأنه جرح كرامتك جرح كتير أشي يعني ألمك هذا الإنسان لهيك عم شوفك حائر في اتخاذ القرار بس هو سراحة شخص سعيد أوكي شخص سعيد ما بياخد الأمور على قلبه وممكن بيحل الكلمة وخلاص وانتهيت الحكاية بس أنت عم تشيله بقلبك وعم تنجي رحيه برجل الثور أوكي عم شوفه سعيد حتى لو جراحك وألمك وممكن يطلب السماح منك بكل سهولة ولا عنده مشكل عم شوفه سعيد جدا وعم شوفه مستمتع بوقته يعني واخد الأمر زادق أيت باب هذا الإنسان رح يسامحني ما هو قلبه طيب سراحة أنت بالرغم أنه موجوع من هذا الإنسان بالرغم أنه أنت متألم من هذا الإنسان وبتفكر بالموضوع مئة ألف مرة وعم تقول سامحه أو لا أعطيه فرصة أو لا بس سراحة أنت بدك أنه تكونوا مع بعض أنه تكونوا بهذه العلاقة بدك حتى يشاركك بالحلوة والمرة يشاركك بكل تفاصيل حياتك ما بدك أنه تكون لحالك أنت كثير متعلق بهذا الإنسان كثير متشبت بهذا الإنسان عم شوف كذلك على أنه في راغبة من الشريك إذا لم يقولها حاليا فأنا عم شوف في راغبة ملحة أنه يطلب السماح أنه تسامح على كثير أشياء عم شوف في راغبة ملحة أنه يكون معك هذا الإنسان بحبك يحمل مشاعر وممكن هذا الإنسان شوي صليت اللسان عم يحكي كلام جارح لإلك أو تصرفاته اللي هي بتحكي هذا الكلام الجارح لإلك عم شوفه حتى بالمستقبل البعيد يعني عنده راغبة أنه يكون معك بعلاقة طويلة الأماد وفيها مشاعر كتير قوية بس ممكن العلاقة فيها تقلبات كأنه هذا الإنسان متقلب المزيج أوقات عم يعطيك يعني يعطيك اهتمام كتير كبير وأوقات بيبتعد يعني بيصير وغالباً هو هذا الإنسان بحب السهر بحب أنه يكون يطلع مع أصحابه ممكن حتى علاقات يعني بحب أنه يعني يستمتع أكي أي شيء بيجلب له سعادة بيروح يصوبه أكي هذا الإنسان عنده رغبة أنه دائماً يكون سعيد دائماً لأنه كمان عم تطلع للنعين هي تعني استسمح كمان عم تعني هي السعادة والاستمتاع بالأشياء الدنيوية الأرضية وهو يعني يحمل هذه الطاقة الشخص بيحب أنه يستمتع بكل تفاصيل الحياة سواء من الأصدقاء من جلة أصدقاء ممكن كذلك ممكن يكون بعاقر المخدرات كذا هيك بيعمل أشيء وممكن حتى بحب أنه يصاحب رفقة نساء إذا كان هو الرجل كما يظهر بهذه القراءة لأنه يطلب منك الوراق أنه تعمل مجهود أكثر مجهود أكثر لأنجاح هذه العلاقة لأنه بيقلك أنه أعظم الحب يعني يتطلب خطوات أكثر وعمل مجهود أكبر أكبر يعني كأنه هذه العلاقة يلزمها للتطور لأنه تصير علاقة ناجحة جدا كثير من المجهود عم طلالك كمين أنه يلزمها مجهودي كثير كبير هذا الإنسان لازمه وقت لازمه نضج لازمه كثير أشياء إذا أنت يعني مستعد أنه تقدم هذا الوقت أو تقدم وقتك كله لأله ومستعد أنه تعمل مجهود كثير بالعلاقة فممكن العلاقة تنجح بس يعني من شخص لآخر يختلف الأمر في ناس كثير بتحب أنه تضحي بالعلاقة في كثير أشخاص ما بتحب أنه تهضر وقتها بعلاقة يلزمها وقت كثير طويل بالنسبة للعذاب عم شوف على أنه عندهم راغب ملحق أنه يلتقوا بأحدا من حياتهم ممكن تجمعهم الظروف بشخص ممكن يكون برج الحمل هذا الإنسان راح يكون شخصية متسرعة شخصية ممكن عنده رغبة أنه يعمل علاقة معك وراح يعمل خطوة وراح يكون متسرع أنه يتقدم بسرعة بالعلاقة بس عم شوفك أنت عم تدرس الموضوع على كثب أو على مهل يعني كأنه حاطوا من خيار من خياراتك وشوي متمحل للبعض منكن عم شوفوا يعني في كثير منكن عندهم راغبة ولحية على أنه في شخص من الماضي يعود يطلب السماح منهم ويكسروه أو بيطلبوا كل ساعة كل مرة أنه في عدالة تتحقق أنه يشرب من نفس الكعس ما نسوا أبدا هذا الألم الذي سبب هذا الإنسان لألهم عم شوف في راغبة أنه تتحقق العدالة الربانية أما بكلما يتعلق بالعمل يابر الثور عم شوف كأنه أنت عندك يعني مشروع معدي عندك مشروع هذا المشروع عم تعيد سياغة أفكاره أو لأولوياته عم شوفك إذا أنت تريد بكل صراحة تريد العودة إلى الدراسة فهناك احتمالية ممكن في كتير من برج الثور رح يحاولوا يبحثوا أو يقدموا لجامعات لأنه عم شوف الدراسة العولية عم تبحثوا عن كأنه بتقدموا رسائل للجامعات أو عم تعملوا أوراق تتعلق بكل شيء خاصوا بهذا المشروع اللي بحكي عنه عم شوفكن عم تقدموا أوراق عم شوفكن كدالك بتقدموا أوراق لمحكمة عم شوف كأنه كدالك للبعض منكن تحقيق أحلامهم في شيء جديد رح يفتحوه سواء هذا المشروع رح يفتحوه بالصيغة جديدة أو رح يروحوا ليكملوا دراستهم بالجامعات عم شوف كدالك للناس الذي تريد أو تسأل عن نجاح بما يتعلق بالدراسة عم شوفه نجاح عم شوفه أشياء جديدة لبرج التور عم شوف كدالك على أنه في تحقيق أحلامهم سواء أي حلم كان عم يحلموا فيه عم شوفه سيتحقق هذا الحلم ممكن طاقتك أنت أو أصحاب المجموعة الأولى برج الميزان أو حليا أنتوا تبحثوا عن التوازن بالحياة عم شوف فيه بدء بداية جديدة بالحياة كأنه شخص بتعد عنكن وأنتوا بدكن تبدأوا بداية جديدة تبحثوا عن التوازن شخص خاصة هالإنسان اللي بتعد عنكن شخص بتحبه كانت فيه علاقة تحب جميلة بينتكن بس عم شوف الأمور باقت بالفشل أو العلاقة ما كانت جيدة بينتكن أنا عم شوفك عم تبحث عن توازن عم تبحث عن تبحث عن استقرار أكثر بالحياة عما الشريك حاليا عم شوفه في علاقة يعني إذا هي وردة يعني هي بتعني كتير أشياء هالورقي لمجموعة من الناس الحبيب مش قادر يبعد عنكن مش قادر يبتعد عن العلاقة أو في حب قوي بينك وبينه في نوع من التعلق بالعلاقة بس للبعض عم شوف أنه هالإنسان في خيانة خاصة عم شوف في خيانة جسدية مع أشخاص أخرين يعني مع ناس تانين أكا بس وارد هو كما يظهر لي أنه هو متعلق كتير بعلاقتكن يعني أنتو هي متعلقين ببعض بشدة مش قادرين تنسوا بعض أكا عم شوف في تعلق شديد وفي غيرة وفي حب وفي نوع من التملك بالعلاقة أكثر أكا شابتين ببعض لدرجة لما بتبعدوا عن بعض وخاصة هو لما بيبعد عنك بيحس بألم مش قادر يبعد أكا أنتو مع بعض بتتألموا لما بتكونوا مع بعض حتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني بتتعبوا التعب لما بتكونوا مع بعض ولما بتفترقوا مع بعض في تعب أكا يعني علاقة كتير صعبة عم شوف كذلك أنت خاصة صاحب القراءة عم شوفوا من بعض هالفراق اللي عم شوفوا بالتاروت أنتو عم بتحاولوا تكونوا سعيدين اللي أنا عم نطلع أنه أنتم تحدثون توازن بالحقيقة هيدا اللي بيطلع لي كذلك أنت يا صاحب القراءة عم شوفك حالياً عم تبحث عن أشياء تساعدك بالحياة لأنه العلاقة كانت جارحة جداً وكان فيها خصام وكان فيها زعال كتير قوي وصرتو عم تبحث عن حال علاقتكن أكثر أكا لهيك أنا عم شوفك عم تلجأ لموضوع اللي عم تنسي كل هالأشياء السلبية بالعشته باللحظات الحلوة كذلك حالياً عم شوفه بيحاول يعني ينسى الموضوع حالياً عم شوف هالشخص بعزلة وعم عم يتمنى كتير أشياء بالحياة أنه تتحقق يتمنى أنه تكون العلاقة جيدة معك بس يعني ممكن حالياً أنتم مبتعدين إذا ما كان في بتاعات جسدي عم شوف في بتاعات شوي هيك بالعلاقة في نوع من لأنه عم شوف العلاقة تأخد منها التعلق أكثر أشياء السلبية اللي عم تشوفها أنت فيه ممكن هالإنسان عم يهتم للعائلة أكثر ما يهتم فيك هدا للناس المتزوجين وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة عم شوفوا اهتماماته أكثر تنصب للعائلة وممكن هدا بالعائلة توفى له في أشياء بالعائلة حالياً عم يعيشها الإنسان وعم شوفوا هدا الأشياء الإيجابية عم شوفوا شخص يعني فيه نوعاً من ممكن يكون برج الأسد وفيه هيك طاقة نارية أكثر لأنه عم يطلع هالإنسان ممكن يكون برج الجدي وممكن يكون برج الأسد حتى القوس عم يطلع هون بالقراءة عم يطلع الإنسان هيك شخصية نارية شخصية مقدمة شخصية هيك جميلة عنده نوعاً من عنده وعنده طاقة كتير هائلة بيعمل كتير أشياء وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة أما هو عم يشوف أنه عم يشوف على أنه أنت عندك مشكل بعدم توازن بالعلاقة يعني أنت ما بتعرف توازن العلاقة أنت شخص وهيدا بيبين لي هيك أنت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة ممكن أنتوا بتحبوا بعض لدرجة بصيروا تتحكموا ببعض بصير هو يسأل عنك اللحظة يسأل عنك بأي وقت ممكن أنت عم تراق به بشدة وهذه الأشياء أنا عم شوف ما في توازن بالعلاقة في نوع من التعلق الشديد بالعلاقة هيدا عم يدها اللي هون أما الأشياء الإيجابية عم نشوفك شخص روحاني شخص متدين شخص عنده عمق داخلي جميل بحب فيك شخصية ويحب أنه عميق جدا عندك نوع ممكن شخصية إنسانية عم تحب الخير للناس وهيك جميلة يعني هيدا ينطبق على الرجل والمرأة أوكي كمان عم شوف أنا وخاصة نواياك أنت عم شوف نية بالرغم أنه في زعل بينتكن في خصامات وفي نوع منها أنتو مش قادرين تبعدوا عن بعض في نوع منها بدك أنت خاصة أنت بدك ترجعوا لبعض تكونوا مع بعض تكملوا الطريق أكيد تضلوا مع بعض أما هو حاليا عم شوف في حب وفي كل شي بس هو حاليا مبتعد حاليا ما عمينه شي عم يفكر واخد وقت لحاله ما عم يقدر ما رح يعمل خطوة للأمام عم يفكر بالنسبة كبيرة بيفكر يعني هالإنسان بحبك بس ما عم شوف في خطوة للأمام إذا عم انت ناوي أنه تكون خطوة الزواج خطوة يتقدم لك يعمل شيء لا إليك ما عم شوف أبدا بها الوقت لأ بس أنا عم شوف أنه هالإنسان نيته جميلة بحبك بس هو مبتعد بهذا الوقت حتى لو كان لساتكن بالعلاقة هالإنسان بهالمرحلة واخد بوز واخد وقت لنفسه بده يشوف أولوياته أو بده ياخد وقت يقرر أو ياخد قرار حاسم أوك يعني العلاقة قال فيها زاويج أو لا حاليا أنا عم عم نشوف لساتكن رح تضلوا بهالموتة مع التعلق وتضلوا مع بعض وتكونوا هيكة يعني إذا بعضتوا عن بعض ما بتقدروا وإذا طليتوا مع بعض ما بتقدروا بيقلك يعني نظف محيطك أو نظف الهالة تبعك يعني بيقلك هالإنرجي تبعك أو طاقتك أنت اللي تحيطك يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها أنت لازم تنقيه لأنه في نوع من المراقبة والشك والغير والتملك هيدا كل شي بيدر يعني هالطريق بتدر العلاقة أكثر ما بتنجحها أنا عم لاحظ في نوع بين الخلط بين الحب وبين التعلق والشك يعني عم شوف كتير ناس إذا بحبوا بصيروا يتملكوك لا من الرجل لا من المرأة وهيدا طاقة مش صحية ولا طاقة حب هيدا هيدا طاقة سلبية يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه مثلا أنا بحب أمي بس يعني ليس ليس من المفروض أن تصير لإليه تصير ملكي يعني أملكها أو مثلا إذا بدي تتزوج أملكها ما خليها هيدا نوع من الطاقة السلبية لازم تشيله فكرة أنه تملك الشخص هيدا طاقة سلبية لأنه ما عندنا الحق نملك أي حدا أو أي حيوان أو أي شخص لازم تعطيه حرية لازم تعطيه طاقة أو سبيس لإليه كمان هون بيقولك عمشوف كمان هون في نوع من التعلق كمان هون بيقولك لازم تشافح عليك أو تشافح الطاقة السلبية اللي أنت عايش فيها ها كل الوراء بيحكي على أنه أنت والشريك لا أحكي عنك فقط أنت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة لأنه في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغير الشديدة اوكي عمشوف شيء من الماضي رح يطلع على السطح هذا الشيء من الماضي سراحة سبب لكم ألم ممكن يكون مشكلة أطفال ممكن للبعض أنت تكون مشاكل تتعلق بالأطفال فعمشوف أن الموضوع رح يطلع على السطح لتعيد وصياغته من جديد عمشوف كذلك حتى أنه في صياغ جديدة لحياتكم كأنه رح ترتبوا حياتكم من الجديدة عمشوف للبعض من أصحاب برج الثور يعانون من الظهر من الأعين وكذلك حتى القدمين الرجلين حاولوا تشربوا ماء كتير وحاولوا تحيدوا سياغة كتير أشياء جديدة بحياتكم هذا كل شيء على برج الثور بتمنع لك إلى الخير والمسارات ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم